موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلبة الصف الرابع العلمي ورحب بكم في درس جديد من دروس الكيمياء درس في حسابات المعادلة الكيميائية المعادلة الكيميائية التي هي وصف للتفاعل الكيميائي بطريقة مختصرة بواسطة الرموز والصيغ الكيميائية لقد مرت علينا المعادلة الكيميائية في دراستنا السابقة وتعرفنا على أهم مرتكزاتها من حيث كتابتها حيث تكتب من خلال المتفاعلات وسهم ثم نواتج يفصل ما بين المواد المختلفة إشارة زائد وتمثل هذه المواد بأما بالصيغ الكيميائية إذا كانت عبارة عن مركبات أو جزيئات أو بواسطة الرموز إن كانت عناصر ويجب الإشارة إلى الحالة الفيزيائية للمواد المختلفة المشتركة في التفاعل الكيميائي لأن التفاعل قد يحدث ضمن حالة فيزيائية معينة وقد لا يحدث ضمن حالة فيزيائية أخرى إذن تكتب المعادلة الكيميائية من خلال الرموز والصيغ الكيميائية ويشار إلى الحالة الفيزيائية للمواد والمتفاعلات تكون على يسار السهم والنواتج على يمين السهم تفصل ما بين المواد المختلفة شارة زائد والتفاعل الكيميائي عزيز الطالب قد يتضمن تغير حراري وفي هذه الحالة يمكن للمعادلة الكيميائية أن تتضمن تغيرا حراريا فيصطلح عليها بالمعادلة الكيميائية الحرارية حيث يضاف كمية الحرارة إلى المتفاعلات حينما يكون التفاعل ماص وتضاف كمية حرارة إلى النواتج حينما يكون التفاعل باعث للحرارة المعادلة الكيميائية المتوازنة تعطينا فكرة عن نسبة ما يتفاعل من المواد ونسبة ما ينتج منها بمعنى أننا نستطيع إجراء حسابات ومعرفة معلومة عن مادة من خلال إعطاء معلومة عن مادة أخرى تشترك معها في التفاعل الكيميائي وهذه المعلومات وهذه الحسابات طبقا إلى النسب الموجودة في المعادلة الكيميائية المتوازنة وهذه النسب قد تكون نسب مولية يعني مول تو مول وقد تكون نسب كتلية ماس تو ماس وقد تكون نسب جزيئية أي من خلال عدد الجزيئات المشتركة في التفاعل وعدد الجزيئات الناتجة منها وقد تكون نسبة حجمية إذ ما كان التفاعل لغازات باستخدام حجوم الغازات هذه المعلومات تعطينا إياها المعادلة الكيميائية المتوازنة لذلك أن كتابة المعادلة الكيميائية المتوازنة بشكلها الصحيح يسهل علينا إجراء الحسابات الخاصة بهذه المعادلة وأن موضوع حسابات المعادلة الكيميائية هو موضوع مهم وأهميته تكمن في أولا أنه موضوع ذو قيمة في كل مواضيع نرلي راح ندرسها وكذلك أن له ارتباط بالمواضيع السابقة حسابات المعادلة الكيميائية عزيز الطالب هو ليس بمعزل عن مواضيع إحنا أخذناها في دروس سابقة مثل المولات وعلاقة المول بالكتلة وعلاقة المول بالحجم في ظروف قياسية وعلاقة المول بالحجم في ظروف اعتيادية وعلاقة المول بعدد أوفوغادرو كل هذه القوانين وهذه المواضيع اللي درسناها يمكن أن نستفيد منها في موضوعنا موضوع حسابات المعادلة الكيميائية كذلك الحال هذا الموضوع نستفيد منه في كل المواضيع اللي راح تجينا يعني أبد ما نقدر نستغني عن حسابات المعادلة الكيميائية سواء كان ذلك في سرعة التفاعل الكيميائي أو في الكيمياء التحليلية أو في الأورغانيك كيمستري الكيمياء العضوية أو في الكيمياء التناسقية في جميع أنواع الكيمياء قد نستعمل حسابات المعادلة الكيميائية لذلك هنا دراستها بشكل صحيح التعمق في دراستها فهم هذه الحسابات بشكل دقيق رح يسهل عملية فهم لمواضيع أخرى أيضاً احنا في حسابات المعادلة الكيميائية أول ما أخذنا شون نكتب المعادلة وشون نجري الموازنة الموازنة عزيز الطالب مهمة يعني بدون الموازنة لا نستطيع إجراء حساباتنا لذلك يجب أن ننتبه أولاً إلى المعادلة هل هي متوازنة أم لا شنو معنات متوازنة هاي كلمة نستعملها احنا دائماً معادلة متوازنة شنو يعني متوازنة متوازنة يعني أن عدد ذرات كل عنصر في يسار السهم يجب أن يساوي عدد ذراته في يمين السهم تجمع شك ذرات مثلاً للكاربون على اليسار يجب أن يساوي عدد ذرات الكاربون على اليمين شك ذرات الهيدروجين على اليسار يجب أن يساوي عدد ذرات الهيدروجين في اليمين يعني ما يدخل من ذرات في المتفاعلات ينتج نفس العدد من الذرات في النواتج طبعا هذا حسب مفهوم يسمى قانون حفظ الكتلة اللي يقول الكتلة لا تفنى ولا تخلق انما تتحول من شكل الى اخر ترتيب الذرات يتغير لذلك واصل المادة الكيميائية راح يتغير التركيب راح يتغير تركيب المادة من يتغير تنظيم الذرات المادة كلها تتغير تتحول الى مادة اخرى خصائصها تختلف خواصة الكيميائية تختلف طبيعتها راح تختلف كثير من خواصة الفيزيائية ربما يتغير اذا هذا عملية الموازنة عملية مهمة انه شون نجري الموازنة اخذناها في درس سابق وحاولنا من خلال الاسئلة انه نشير الى كيفية احداث الموازنة وقلنا ان الموازنة لا تخضع الى قانون ما اكو قانون للموازنة انما هناك سيمبل رولز قواعد مبسطة قواعد بسيطة هذه القواعد سهل عملية التوازن ومن خلال كتابة المعادلة بشكلها الصحيح وموازنته راح تسل عالياً عملية الحسابات اكو نقطة مهمة ان بعض الاسئلة قد تعطى بدون معادلة وهذه اشارة مهمة ان بعض الاسئلة قد تعطى بدون معادلة يعني انا كطالب صف رابع لازم عندي المام بكيفية كتابة المعادلة واستنتاج النواتج لذلك احنا نقول الكيميا مترابطة شي مرتبطة بشي ما يصير حلقة مفقودة راح تأثر كثيراً على فهم الطالب هذه الحلقات المترابطة والسلسلة المتصلة راح تجعل من المعلومات تبدو يسيرة وسهلة الفهم في حال كانت الحلقات مكتملة ومرتبطة يعني شلون يعني انا ذا نطنم تفاعلات واني لازم استنتج النواتج بناء على فهمي لانواع التفاعلات الكيميائية انا اعرف تفاعلات الاندماج وتفاعلات التفكك وتفاعلات الاحلال الوحادية او الثنائية واعرف تفاعلات الترسيب والتعادل يعني لازم عندي المام بانواع التفاعلات الكيميائية لكي استطيع حينما تعطى لدي متفاعلات اقدر اكون النواتج وبعد ذلك أقدر أوازن المعادلة لذلك إحنا بعض الأسئلة التي تتفاجئ ما ينطيك فقط متفاعلات يقول لك في تفاعل الألمنيوم مع الأوكسجين ها أنت لازم تعرف أنه الألمنيوم يتفاعل مع الأوكسجين أي فلز يتفاعل مع الأوكسجين يتأكسد يتأكسيد هذا يشوف هنا الأساسيات الكيمية لما تكون صحيحة أنا ما عنده مشكلة مهما أتى من سؤال أنا نعدي القدرة على الإجابة لأنه عندي الأساس الصحيح أعرف تفاعلات الاندماج الفلز لما يتفاعل مع الأوكسجين يتحول إلى أكسيد الفلز ألمنيوم أوكسايد أقول AL يوجد بهيئة ذرية لأنه عنصر وليس جزيئة مغاز يوجد بهيئة ذرية ألمنيوم زادا الأوكسجين الأوكسجين غاز يوجد بهيئة جزيئية كتب أوتو رح يطينيه أكسيد الألمنيوم هنا الأوكسيد الألمنيوم هو صيغة كيميائية تعتمد على الأعداد التأكسودية لازم أروح إلى الأعداد التأكسودية أعرف الألمنيوم أجقدر عدد التأكسود مالته والأوكسجين غاز يجقدر عدد التأكسود مالته وأكتب الصيغة الكيميائية الصحيحة ял2o3 أنا كتبت المعادلة بشكلها الصحيح ولكن ناقصها الموازنة أوازن أشوف عدد الظراثة الألمنيوم على اليسار وعدد الظراثة الألمنيوم على اليمين عدد الظراثة الأوكسجين على اليسار عدد الظراثة الأوكسجين على يمين وأجري عملية الموازنة بعد ما كتبت المعادلة ووازنت وأصبح عندي كل ما تعطيه المعادلة موجود أستطيع إجراء الحسابات وفق ما أنا أريد حجز حساباته مول تو مول أسوها بالمولات طبعا أفضل طريقة لإجراء الحساباته المول تو مول بالمناسبة والمنهج وضع عنه آليا شكوا معلومات تعطى أحولها إلى المول شكوا معلومات تطلب بعد ما أحولها إلى المول واستخرج المجهول بالمول أحولها من المول إلى المعلومة اللي يريد إذن يجب أن أمر بالنسبة المولية وهذه طريقة المنهج حقيقة هي طريقة علمية دقيقة ورائعة كون اعتمدت على المولات لانها افضل طريقة كما اشرنا متعودين احنا دائما نسوي ربط لكل المواضيع من خلال مقدمة وبعد ذلك وين نروح نروح للصبورة لان هذا الحجي اللي حجيناه شير راد له يراد له تطبيق وين نطبق على الصبورة انت وين تطبق عندك دفتر وعدك قلم وويانة شنكتب تكتب وسجل ملاحظاتك وتشوف شنون نحل وتحل معانا واكيد راح تستفيد وراح توصل لك المعلومة كون جاهز معايا خلي ننتقل سوية الى الصبورة وخلي ناخذ هذا السؤال ونبدأ ونسترسل ونسترسل في حل السؤال انا اقول دائما انه كل ما حلينا اسئلة اكثر كل ما اثرين الموضوع باسئلة متنوعة بافكار مختلفة باسئلة متنوعة راح تكون المعلومات اللي واسطة انه اكثر راح نتعمق في الفهم وراح نحيط بالموضوع خلي نشاهد هذا السؤال سؤال اربعة ثلاثة سؤال اربعة ثلاثة ينتج الحديد من تفاعل اختزال اوكسيد الحديد الثلاثة الثلاثة ف اي تو او ثري بواسطة غاز سي او نعم حسب المعادلة الآتية خلشوف المعادلة ف اي تو او ثري صولد زاد ثري سي او غاز ينتج تو اف اي صولد زاد ثري سي او تو هذا صولد وهذا غاز نعم المطلوب الف ما اعلى كتلة للحديد يمكن الحصول عليها من اختزال 454 جرام من اوكسيد الحديد الثلاثي الثلاثي مطلوبة ما كتلة سي او اللازمة لعملية الاختزال جيم من نسبة من نسبة المئوية لانتاج لانتاج من نسبة المئوية لانتاج الحديد اذا كانت كتلته المنتجة 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 فعليا تساوي ميتين ميتين وخمسة وستين بونت ثمانية قرام المن ان الكتل الذرية ف اي ستة وخمسين او يساوي ستة عشر هذا هي الكتل الذرية لاحظ معي خلي نشاهد هذا السؤال ينتج الحديد من تفاعل اختزال اوكسيد الحديد الثلاثي ف اي 2 او ثري بواسطة غاز سي او حسب المعادلة الاتية ف اي 2 او ثري سوليد زاد ثلاثة سي او غاز يطني 2 او او سوليد زاد ثلاثة سي او غاز الف ما اعلى كتلة الحديد يمكن الحصول عليها من اختزال 454 غرام من اوكسيد الحديد الثلاثي باق ما كتلة سي او اللازمة لعملية الاختزال جيم من نسبة المئوية لانتاج الحديد اذا كانت كتلته المنتجة فعليا تساوي 265 بونت 8 غرام علما ان الكتلة الذرية ف اي 56 او 16 الان اوكسيد الحديد طالما اعطاني الكتلة المولية اجد الكتلة 203 يساوي 2 في الكتلة المولية للأفي زادا 3 في الكتلة المولية لأو ويساوي 2 في 56 زادا 3 في 16 ويساوي 160 غرام الى مول زي n للأفي 203 يساوي m على الكتلة المولية ويساوي انطاني 4 5 4 الى 160 ويساوي 2 84 بالمية 84 بالمية مول الان اصبح الحديد هو هذا fe2 اوكسيد الحديد وهذا هو الحديد 2 fe هذا النسبة المولية 1 الى 2 هنا 2 84 هنا n طرفين وسطين اذا n يساوي 2 في هذا الرقم 2 84 ويساوي 5 68 بالمية مول الان احول الى كتلة m يساوي n في الكتلة المولية ويساوي 5 68 في الكتلة المولية المن للحديد 56 ويساوي 5 68 في 3 1 8 وانت 8 هذا هو اعلى كتلة يمكن الحصول عليها من هذه الكتلة التي قبل قليل اخذناها 318 8 من الحديد ال f اكبر كتلة اقدر احصل عليها من الكتلة اللي انطاني اها 454 اكبر كتلة بعد ما اجريت الحسابات حولت الكتلة الى مول وبعد اجريت الحسابات المولية نسبة المولية واوجدت المطلوب المول باخر خطوة حولت الى كرام كما تشاهدون في هذا الحل ناخذ باء الان باء ماذا يريد في باء ايضا في باء يريد ما كتلة سي او لازمة لعملية الاختزال اقدر اطلع كتلة سي او بنفس العملية نسوي نسبة تناسب مولية عندي السي او هذه المعادلة اللي امامي ثلاثة سي او وعندي الاف اي تي او ثري او اقدر اسويها مع الاف اي كلاهم ما صحيح كلاهم ما صحيح الاف اي تو او ثري زائد ثلاثة سي او ينطيني نواتج هنا ثلاثة مول هنا واحد مول هنا مول اكتين بوينت اربعة وثمانين هنا ان اذا ان لسي او يساوي ثلاثة بوينت ثمانية اربعة في 58% مول احول الى كتلة م يساوي ان في الكتلة المولية ويساوي ثمانية بوينت خمسة ثانية في كتلة المولية ان من الكتلة المولية لسي او كتلة المولية لسي او انا استخرجها 12 16 28 اذا في 28 28 قرام الى مول ويساوي الناتج احنا هذا هو الناتج بالإقرام الآن نحسب النسبة المئوية النسبة المئوية طبعا النسبة المئوية لإنتاج الحديد هذا النسبة المئوية هذا فرع جيم هذا فرع جيم النسبة المئوية لإنتاج الحديد يساوي m للحديد الحقيقي على m النظري في 100 ويوسع إزجاد أم الحقيقي 265 8 على النظري 318 8 في 100 النسبة المئوية 83 86 هذه هي النسبة المئوية لاحظ معي عزيز الطالب انشاهد هذا السؤال خلي نشاهده سؤال 4-3 ينتج الحديد من تفاعل اختزال أكسيد الحديد الثلاثي Fe2O3 بواسطة دغاز CO حسب المعادلة الآتية Fe2O3 سولد زادا 3 CO غاز ينطيني 2Fe سولد زادا 3 CO غاز هذا وين مر عليك عزيز الطالب في السؤال وين مر عليك هذا التفاعل أكيد مر عليك لو ترجع بذاكرتك للثالث متوسط هذا مر عليك باستخلاص الحديد في بواسطة الفرن النفاخ استخلصنا الحديد من أكسيدة في الفرن النفاخ وذلك باستعمال فحم الكوك واختزال الأكسيد الحديد الثلاثي بواسطة غاز CO لذلك هذا مر علينا في مرحلة الثالث متوسط وتحديدا في استخلاص الحديد من أكسيدة بواسطة فحم الكوك هذا هاي المعادلة ما رحت عليك سابقا اليوم تشاهدها في هذا السؤال ما هي المطالب ألف ما أعلى كتلة للحديد يمكن الحصول عليها من اختزال 454 جرام من أكسيد الحديد الثلاثي با ما كتلة CO اللازمة لعملية الاختزال جيم من نسبة المئوية لإنتاج الحديد إذا كانت كتلته المنتجة فعليا تساوي 265.8 جرام علما أن الكتل الذرية FE 56 O يساوي 16 هذه الكتل الذرية طيناكم إياه نجي شنسوي احنا قلنا أفضل طريقة أحسن طريقة هي النسبة المولية زي من ينطيني كتلة شا حولها إلى مول أجري النسبة المولية أطلع للمطلوب بالمول إذا أراد المطلوب بالمول أنا طلعت إذا أراد المطلوب بالقرام أحول نفس الطريقة تماما أوجدت الكتلة المولية لFE2O3 حولت إلى مولات بقسمة الكتلة على الكتلة المولية أوجدت مولات FE2O3 2.84 بالمول بالمية مول أجريت حساباتي بنسبة مولية ما بين FE2O3 والFE أوجدت مطلوب FE بالمول هو رايدة بالكتلة حولت إلى كتلة MN في كتلة مولية إذن حساباتي بمن أجريتها مول تمول أوجدت مطلوب السؤال بالمول وحولت أخير شيء إلى كتلة لأن صارت عندي كتلة الحديد أعلى كتلة يمكن الحصول عليها من خلال كتلة FE2O3 وهذا هو المطلب ألف انتهينا من المطلب ألف المطلبة إيش رايدا بالمطلبة رايد ما كتلة غاز CO أقدر أربط كتلة FE2O3 أو مولاتها بمولات CO أجد مولات CO أنا مولات FE2O3 طلعت وعدي نسبة مولية راح أجد مولات CO أو جدة مولات CO اللي هي 8.52 بعديا لما أوجدت مولات CO 8.52 الآن الكتلة بكل بساطة راح تطلع إلى 153 بوينت 36% قرام بعد ما ضربت المولات بمن؟ بالكتلة المولية الآن بكل بساطة أستطيع هذا لاحظ معي هذا أوجدت الكتلة وهذا هو M-CO واضح هذا N ل-CO وهذا M-CO واضح دون إحنا قلنا هذا هو المطلب باع المطلب باع C-CO وهذا N-CO وهذا M-CO أوجد ناب هذا الشكل الآن هذا فرع باء انتهى فرع جيم رايز النسبة المئوية لإنتاج الحديد النسبة المئوية لإنتاج الحديد M الحقيقي على M النظري في 100 وهذا لاحظ معي ويوسع 2-65 8 على 318 08 والنجيج 83 56 بالمئة إحنا يعني هذا السؤال حليناه بكل مطالبة شي أكيد في نهاية كل درس إحنا يعني دائماً ما نتمنى لكم النجاح والموفقية نتمنى أنه تحققون أمانكم وتكونون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقكم أتمنى لكم الموفقية والنجاح وألقاكم في درس آخر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر